بلوغر مصرية جديدة تحال إلى محكمة الجنايات ما القصة؟ البلوغر العشرينية كان يفصلها أيام للاحتفال بمليون متابع على تيك توك قبل القبض عليها في مارس الماضي متلبسة بحيازة المخدرات الشرطة توصلت إلى معلومات تفيد أن البلوغر وصديق لها قالت إنها تزوجت منه عرفياً يروجان للمخدرات عبر السوشال ميديا التحقيقات كشفت حيازتها لـ 860 طربة حشيش تزن 86 كيلوغرام داخل شقةها التي تعتبر مركزاً للاتجار بالمخدرات ووكراً لمزاولة نشاطها الإجرامي مع عشيقها والذي أحيل أيضاً للجنايات الأجهزة الأمنية قدرت قيمة الممنوعات المضبوطة بحوالي 9 ملايين جنيه مصر لكن كما كشفت التحقيقات أن التنائي يستخدمان أربع سيارات لترويج الحشيش البلوغر تنظم لأخريات من مشاهير السوشال ميديا القط الشرطة المصرية القبض عليهم خلال العام بتهم مختلفة منها النصب واخد شرحياء العام أو حتى استغلال القصر لتحقيق المشاهدات ترجمة نانسي قنقر